أهلا بكم معنا مشاهدينا في لقاء جديد وبرنامج سؤالكم الذي يأتيكم مباشرة عبر صفحة CNBC عربية على الفيسبوك واليوم هذه الحلقة تأتيكم أيضا مباشرة من صفحتنا على تويتر ويمكنكم متابعة هذه الحلقة أيضا على شاشة CNBC عربية لكل من يرغب بالمشاركة ضع سؤالكم معنا في تعليق على صفحتنا على الفيسبوك عنوان حلقة هذا الأسبوع يتعلق بالمحفظة الاستثمارية للأفراد كيف تقوم بإدارتها كيف تحافظ عليها من الخسارة أو حتى كيف تقوم بالحفاظ عليها لتحقق النمو المطلوب منك المحفظة الاستثمارية التي نتحدث عنها اليوم ليس بالضرورة أن تكون محفظة ذات رأس مال كبير جدا أو متنوعة في الاستثمارات وكذلك طبيعة الاستثمارات بقدر أن تكون هنا محفظة خاصة لك ربما تحتفظ بها حتى في البيت تحتمل القليل من الكاش أو النقد ربما بعض من السبائك الذهبية سكوك لبعض من السندات قمت بشراء في وقت ما وربما فترة استحقاقها ستكون قريبا أو حتى ربما سك عقاري لديك في المنزل أو كما يقولون جوشان عقاري كيف تقوم بإدارة هذه المحفظة اليوم؟ معنا خبير الإجابة على كل أسئلتكم في استوديو البرنامج الأستاذ حبيب عقيقي وهو كبير استراتيجي الأسواق في تريد بيديا أهلا ومرحبا بك معنا طبعا أنفسرت للجمهور أنه ليس بالضرورة أن أحمل محفظة استثمارية كبيرة جدا ممكن يكون خزينتي في المنزل كم أطعة الذهب على أطعة أرض يمكن من جدي ورثتها على كم سق اشتريتهم عندما شعرت بأنه في عليهم عائد تعريفك للمحفظة الاستثمارية ولماذا يجب أن نطل عليها ونقوم بتعزيزها في عمليات النمو؟ مثل ما قلت رولا كل واحد يعني باللبنان يقول كل واحد على قد حاله المحفظة فيها تكون محفظة كبيرة المحفظة فيها تكون محفظة مكونة من بعض الأسهم يمكن عقار معين استثمار بسندوق استثماري فند يعني المحفظة كل شخص بيختلف حسب الخبرة الإنسان إذا عنده خبرة أكتر للمستثمير ممكن ينوع باستثماراته إذا ما عنده خبرة كتير ممكن يلجأ لاستثمار بسقوق وفيه أشخاص ما بحبوا يستثمروا أبدا كل محفظة يمكن أسهم أو غير هتر خلنا نبدأ بأخذ هذه الأسئلة من جمهورنا البداية معنا من مصر من سيد محمد شحات يقول ما هي نوعية الأصول عقار أم ذهب التي تنصحون بها في مصر في الفترة القادمة حيث أن التضخم المستمري يأكل أي عائد استثماري أو إيجار يحقق العقار بعتقد بنظري هلأ اللي قادر يشتري عقار بمصر استثمار جيد كونه بعدين بس يرجع يطلع الجيني المصري رح يحقق عوائد جيدة على هذا الموضوع الدهب دائما بيبقى استثمار جيد على المدى البعيد وخصوصا بالفترة الحالية أيضا بعض الأسئلة التي بدأت تردنا وخاصة عند فقرة الترويج الخاصة بهذه الفقرة نأخذ بعض منها تباعا وبعض من التساؤلات كانت تحديدا حول طبيعة الاستثمار كالتالي كيف يمكن أن أدير محفظة؟ طبعا السؤال كان من محمد إبراهيم الدميم يقول ما هي أفضل طريقة لإدارة محفظة الأسهم تحديدا وهل التنوع في الأسهم ما بين استثمار طويل الأجال ومضاربة أمر مهم سؤال جيد جدا رولا خلال طبيعة عملي بآخر عشر سنين كوني كنت على علاقة مباشرة مع المستثمرين تسعين بالمئة من المستثمرين بيخسروا والسبب هو العلم كل الأشخاص بدون يستثمروا إنما ولا واحد مستعد يأخذ الوقت الكافي والجهد الكافي ليتعلم كيف يتم عملية الاستثمار بشكل جيد ممكن إذا غابت عنه الخبرة يستشير أحد الأشخاص أو يوكل أحد بإدارة هذه المحفظة؟ طبعا إنما بيبقى أفضل أن يتعلم كيف يتم عملية الاستثمار والمضاربة خاصة وما بيمنع كمان يلجأ لرأي خبرة دائما بالنسبة للسؤال إذا من روح لونغ ترن ولا على المدى الأصير للمضاربة المحفظة الصغيرة أنا بنظري ما في لزوم نأخذها لونغ ترن طويلة الأجر على المدى الطويل ممكن نستخدمها للمضاربة أما المحافظة الكبيرة فممكن تتقصم بين لونغ ترن وعلى المدى الأصير نعم عنا ميشيل روي يقول وقف خسارة واحد في المئة من حجم المحفظة عدد الصفقات المفتوحة ما يتجاوز خمسة بالمئة ربما بنفس الوقت مشان التركيز يمكن يعطي رأيه وهل تنصح أو لا إنه إذا كان في واحد بالمئة بدأت تخسر المحفظة هيا يقوم بعمليات وقف الاستثمار إذا الاستثمار جيد عادة إجمالا ممكن نخاطر أكثر من واحد بالمئة حسب قوة إشارة الدخول حسب قوة الصفقة اللي دخلين فيها إذا صفقة قوية مخاطرة ضعيفة ممكن نخاطر أكثر من واحد بالمئة بدأت تتوالى لدينا الأسئلة بشكل متسارع حاول أن أخذها بسرعة لدينا نوفل رودا يقول ما رأيك بالسندات في المجال العقاري بدبي هل أبيع أم أحتفظ بها في الوقت الحالي نوفل رودا يحتفظ فيها عنا من محمد حسام يقول أرجو الإفادة أيهما أفضل الاستثمار على المادة الطويل في سوق المال أو المضاربة الآن أجبنا على هذا السؤال المضاربة بس أنت المضاربة المضاربة عنا بيروتي بيروتي ما هو الاستثمار الناجح في سوريا حاليا استثمار الناجح في سوريا ممكن يكون الذهب هو الملاذ النامن باعتقادك الذهب نعم ممكن لأنه عملية الاحتفاظ به تكون أكثر أمانة الذهب أو العقار للمدى البعيد بس ترجع تثبط الأمور إن شاء الله العقار سيكون المستفيد الأكبر نعم عنا فرحات توفيقي يقول هل استثمار في العملات يعتبر طريقة ناجحة للربح على المدين المتوسطة والبعيد طبعا إنما شرط الأساسي العلم واحد يتعلم كيف يقوم بهذا الأمر لأن العملات فيها تداول من استعمال الهامش أو الرفع المالية وهذا بدأ إدارة مال صارمة للحساب وإلا من كنا نعرض حالنا لمخاطر جدا أو أنت بالعملات تحديدا تفضل الشخص إما يكون قد قام بتجربة عملية تتداول بالعملات أو يسند المحفظة لشخص خبير ليس تجربة أنا بنصح لكل يتعلموا كيف يتداولوا بشكل صحيح سهل فعلا أني ممكن أدير محفظتي من العملات بنفسي نعم نحن أيضا نعملوا بتريد بيديا نحن نعلم ندرب المتداولين كيف يتداولوا بشكل صحيح العملية العملية المداربة مننا صعبة إنما ليس إن واحد يتعلم كيف يقوم فيها وهل ينطبق الكلام أيضا على سوق الأسهم محفظة كلها من الأسهم هل ممكن أن أديرها بنفسي يعني هي الفكر أنه متى أعرم في التوقيت المناسب أني أخفف من حيازة أحد الاستثمارات في محفظتي وأرفع من الآخر عندما أجد أن الكل يبيع على الذهب وكان استثماري مش طويل الأجل صحيح أننا نحن دائما نحكي بالأساسيات إنما دائما أنا شخصيا للتداول بيستخدم بلجأ للتحليل الفني لتوقيت الدخول والخروج من السوق وأحدا ما زي التحليل الفني أنه التحليل الفني يطبق على العملات على سوق الأسهم على جميع الأصول لكن نحن نتحدث أيضا عن فئة تابعنا ربما هي غير يعني درايتها خفيفة في هذا الموضوع وكل محفظتها عبارة إما عن سكوك عقارات وذهب وبعض من النقد ولكن ممكن تتوسع أكثر اسمح لي نعود إلى الأسئلة عندنا سليم شادوفا يقول هل الدولار الآن هو الاستثمار الصحيح في مصر يعني حبذا لو حاولنا أن نعمم الأسئلة للاستفادة العامة تفضل الدولار كيف شاهد الدولار حاليا هو اتجاه صعاد مع جميع الأمور التي تحصل في الولايات المتحدة ما زلنا نحن بوليش على الدولار بالنسبة لمصر المصر فيها تضخم عالي وهذا يلعب دور عكسي على الجنة نعم مصطفى الدباغ سؤالك يقول هل من الأصحي الاستثمار في أكثر من مجال وتخصص أم الاحتفاظ أو التركيز على مجال واحد أو اثنين على الأقل دائما لازم الواحد ينوع باستثماراته وما يحط كل استثماراته بفر المحل يمكن يعني أغلب الضيوف يتابعوا سيد حبيب معنا في فترة الأسواق العالمية ويعرفوا خبرته في الذهب لذلك تتوالى الأسئلة عليك أبو كريم يقول ما هي أوضاع الذهب اليوم الذهب اتجاهه تساعد على المدى المتوسط ونهار الجمعة كان يختبر منطقة دعم عند مستويات العشرين حاليا نطرين انعكاس سعودة حتى نرجع نفتح مراكز شراء يوسف عبوش سؤالك تكرر من أحد المتابعين الآخرين وكان سؤاله حول إذا لم يرغب في تخصيص محفظته في استثمار واحد أم أكثر من استثمار وأجبنا على الموضوع مراد فولكان يقول ما رأيك بورصة الذهب هل تزيد أم ستنخفض أيضا أجبنا ولكن لمانع أن تجيب مرة أخرى نعم حاليا الذهب تقريبا آخر شهرين هو باتجاه صاعد إنما هذا المسار ممكن بأي لحظة ممكن بأي لحظة يتغير إنما حاليا مازال اتجاه صاعد ونرجع نفتح مراكز شراء حاليا عند هذه المستويات عنا متابع الحقيقة عنده ولاء كبير جدا للبرنامج أدهم جولد لديه محل ذهب وينصح نعم خلص تم نفسه جولد أعتقد من مصر متابعنا أدهم يقول أنا صاحب محل الذهب ونصيحتك لي ماذا تنصح يعني يزيد أكثر من يعني دائما أصحاب محلات الذهب أني بيشتغلوا بالجولد فيزيكل سو دائما لما يشتروا الذهب هذا أمر جيد لإلهم فهنا بنتروا أي انخفاض بسعر الذهب حتى يجمعوا منه حاليا مركز جيد حاليا مستوى جيد لشراء الذهب مصطفى المهرات يقول هل تنصحوني بالاستثمار في العملة الرقمية يمكن البتكوين البتكوين حاليا اللي استفاد منها فعليا هو اللي اشتريها من سنتين حاليا هي على اللي تحكم فيها هي المضاربة فاللي بدو يشتغل على البتكوين لازم يعرف التحليل الفني من دون تحليل الفني ما رح يقدر يستفيد من البتكوين أرجو أن تخصص أسألتكم في إدارة المحافظة الخاصة حتى نستفيد منها أكثر يعني ما تستفيدوا فقط من وجود ضيفنا لسؤاله عن الأسئلة العامة ولكن لا مانع تكرم عينكم لدينا علي المغرب يقول حاليا معظم أسهم السوق السعودي في الهبوط خصوصا البنوك أنتظر أو أشتري اعتبر أن نصحها عاما بالنسبة للسوق السعودي السوق السعودي حاليا من بداية العام كان أدائه جيد جدا حاليا دخلنا بتحرك عرضي اختراق المؤشر للسبع تلاف وثلتين رح يكون أول إشارة إيجابية ومن ثم اختراق السبع تلاف ومئتين رح يعزي الصعود باتجاه السبع تلاف وثمانمية هناك مشترك معنا مشترك متابع طارق اف اكس يقول تابع حديثنا ويقول it's true you must learn to earn يجب أن تتعلم حتى تحقق الربع يعني فعلا الواحد لازم يكون ابن الكار حتى يعرف كل خبايا ما يحدث لدينا أيضا مشاركات من المغرب ونحتاج لأن كل متخصصين أكثر في سوق الأسهم هشام بن هاري يقول هل التداولات على المدى القصير تشكل خطر على محفظة الاستثمارية برغم من احترام إدارة رأس المال إدارة رأس المال هذه هي الكلمة المفتاح يعني الاستثمار أمر استراتيجية هي مهمة جدا أنما دايما تطبيق إدارة مال صارمة وإدارة مخاطر على الحساب هي أمر أهم من استراتيجية التي منطبقها دايما يجب أن نعرف المحفظة تبعنا كم معرضة للمخاطر بحيالة لحظة نعم إذن سأتنوع وأذهب إلى تويتر لأنها أول مشاركة لدينا من صفحتنا على تويتر ولدينا مشاركة على تويتر على لايف تويتر أو المباشر على تويتر لدينا السؤال يقول هل تعتقد أنه محفظة كاملة تستثمر في سهم أرابتك واعتباره محفظة يعني فقط هذا السهم تحديدا أنا يعني إذا كان فيه توصيل أبتعد عنها من محمد الزريقي على كل حال بالنسبة لهذا السؤال دايما الاستثمار بسهم واحد منه أمر جيد لدينا فرصة الدول نوع باستثماراتنا فليش نحط جميع رأس المال على شركة وحدة أو على قطاع واحد دايما يجب اسمها محفظة اسمها محفظة متنوع فورسفوليو دعونا نتحدث أكثر مشاهدينا نعود لكم بعد قليل نعود من جديد مع حبيب عقيقي وهو خير من يدلكم على طريقة إدارة المحافظة الخاصة بكم نتحدث عن محفظة تحتفظون بها ربما في منزلكم أو حتى في مكان تثقون به أو تحت إشراف أحد المتخصصين محفظة تحمل ربما البعض من الذهب هناك نقد ربما قطعة أرض أو إثنتين ربما شقة وأيضا سكوك أو سندات أسهم وربما عملات سيد حبيب لدينا نعود إلى أسئلتنا ولدينا من عبد المعز عبد المعز محمد يقول كيف أوازن بين الذهب مثلا والاستثمار العقاري والسوق العربي أغلبه في انخفاض هذه مشكلة السوق المحلي عننا السوق المحلي عننا لا يمكننا أن نستفيد منه إذا أخذ اتجاه هابط يعني جمالا معظم الأشخاص معظم المستثمرين بسوق لما يبلش يهبط السوق جمالا بينتظروا لا يقعد فيهم يعملوا شيء مثل يصبح لديهم لوق على الكابيتل لذلك كل الاستثمارات التي تكلم عنها عبد المعز هي استثمارات طويلة الأجل إن كان الذهب إن كان العقار والعقار فيه مشكلة لأنه ليكود يعني لا يمكننا أن نتخلص ليس سهل نسيله بالنسبة لأسوق الأسهم المحلي لا يمكننا أن نستفيد من عملية الهبوط لحديث هلأ إذا كان شراء لكن لا يمكننا أن نذهب ليس لنبيع لا يمكننا أن نبيع وهو في حالة هبوط وهو في حالة الهبوط ما بالك إذا كان سقوط حر كما ليس سقوط عادي كمان لذلك الاستثمارات ممكن تتنوع على طال أسوأ أخرى عملية سقوط وسيكون لنا ربما حلقة أخرى عن التحوط مفهوم التحوط كيف أقوم بعملية هج في حالة كانت استثماراتي ربما في قناة استثمارية واحد أذهب إلى الأسئلة مالك خازم يقول أنا مختص في العملات وأغلب صفقاتي بالعملات لكن عم عاني من مشكلة تحليل العملات بسبب تأثيرها تأثرها بالأخبار العامة هل من طريقة لوضع تحليل قصير الأمت وتكون نسبة تأثيره بالأخبار السياسية والاقتصادية قليلة أنا محل الفني معتمد إنما ما من الدعي أن التحليل الفني هو الذي يحرك الأسواء دائما الأخبار والأساسيات هي التي تحرك السوق نحن فقط نستخدم التحليل الفني كوسيلة لمجارات المسار العام بالسوق لذلك جوابي لأله هو التحليل الفني على أطر زمنية قصيرة مع إدارة مال جيدة هذه الطريقة الوحيدة لمواكبة التحركات اليومية بسوق العملات نعم لدينا أيضا هناك من يعتب علينا لأننا نأخذ أسئلته الحقيقة أنا لا أقوم بانتقاء السؤال دون الآخر ولكن أحيانا تكون بعيدة جدا عن محتوى الحلقة ولكن أرجو من الأخ الشوى أن يعيد سؤاله مرة أخرى لدينا كرير سعد يمضح الحقيقة في مدى تكرار أخذ مواضع تفيد كل المشاهدين شكرا لك خليل يقول ما هي العوامل خليل أيدي ما هي العوامل الرئيسة التي تتحكم في أسعار الذهب وهل توجد علاقة عكسية مع الدولار طبعا يمكن أن تكون محطة ذهب ذهب هو أحد أهم الملاذات الآمنة وحاليا ذهب كنا نرى كل ما يحدث فيه اضطراب بمكان معين الذهب دائما يبدأ عملية الصعود نعم أحمد خردالي يقول التسلح بالعلم والتحليل الفني باعتقادك هل يجب الكل أن يكون ملين بالتحليل الفني طبعا حتى يقوم بإدارة محفظته بشكل أفضل من دون أي شكل نعم أيضا هنا لك نحاول أن يربط المستجدات العالمية بتطوير محفظته لدينا من سيد هشام بن هاري يقول كيف سيكون تأثير الأسواق العربية كونه يعني يستثمر في محفظة أسهم في حال رفع الفائدة من طرف الفدرال أمريكي مرتقب بالأسبوع القادم يعني ارتفاع بسيط بمعدلات الفائدة لا سيؤثر بعد على سوق الأسهم إنما بس بتخيل بس تطلع الفوائد فوق الـ 2-2.5% طبعا رح يصير فيه هجرة لرؤوس الأموال من سوق الأسهم للاستثمار بالعملة نفسها وهون رح يصير فيه هبوط بسوق الأسهم بالولايات المتحدة وطبعا رح تتأثر بذلك أسواقنا المحلية سأخصص حلقة كاملة فقط للاستثمار في سوق الأسهم ولكن نتحضر اليوم فقط أم ذو الخبرة والقوة يعني مصر أم السعودية والإمارات السعودية والإمارات نعم لدينا أيمن بدون تحييز شوما أيمن شوما يقول ما رأيك بالسندات في المجال العقاري بالمغرب لا أدري إذا كان بالمغرب نستطيع أن ندلي بالله ما عندي خبرة الكافية لهذا الموضوع صراحة نعم إذن أنتقل حبذة أيضا الزملاء في القلر يساعدوني في الأسئلة المتوافدة على تويتر حتى أتمكن من أخذها جميعا لدي أيضا متابع من لبنان يقول أقر الصيد لفتح حساب هو باعتقاد ويجب أن يكون فوق العشر ألاف دولار في محفظته هل توافق الرأي؟ لتداول الأسهم طبعا لا تتحرز العوائد تتحرز العوائد أما الذي يشتغل بسوق العملات ممكن يبدأ مشوار المضاربة والاستثمار بمبلغ ضئيل جدا لأنه عندنا رفع عملية وشوي شوي يكبر الحساب ويعمل إعادة استثمار للعوائد وهيك بيكون فيه وهيك بيكبر تكبر المحفظة بشكل نعم لدينا السيد محمد زريقي يقول لا خلينا نأخذ سؤال تعني بيله يقول شو رأيك بطريقة المضاربة بالتداول طريقة المضاربة في التداول أعتقد نفهم سؤالك من خلال المضاربة اتكلمنا عنه أنا أعتقد للحسابات الصغيرة وإذا الواحد عنده الخبرة الكافية المضاربة هي أفضل من الاستثمار على المدى البعيد نعم هناك من يسأل عن أيضا الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل من مروان جابر على تويتر السؤال نفس الموضوع نرجع من هذا أن الاستثمار على المدى الطويل إجمالا نحن لا نكون نعمل عوائد تفوق العوائد التي يحققها المؤشر العام أو السوق إجمالا أما إذا نقدر نشتغل على المدى المتوسط للمدى القريب نقدر نستفيد من السوق لما يكون سوق يخب بالصعود ونقدر نخرج من السوق لما السوق يكون بصحيح أو يخب مسار هبوط أيضا متابع لنا على تويتر وعلى فيسبوك وضع سؤاله هنا وهنا علشان أشوفه من فرح توفيق يقول ما رأيكم في الأزمة المرتقبة في 2018 هل ستؤثر على سوق الاستثمار لا ندري أي نوع من الاستثمار تقصد لا نعرف أي أزمة يتكلم عننا لا ندري أي أزمة يتكلم عننا إنما أزمة إذا كانت علامية ستأثر على جميع القطاعات الله يسطر أيضا لدينا سؤال على تويتر حبذا لو نعرف الاسم أيضا كيف يحفظ على محفظته الاستثمارية في سوق الأسهم الأمريكي هل هذا السؤال حقيقي؟ نعم بالنسبة لسوق الأسهم بالولايات المتحدة نحن ما زلنا بوليش ما زلنا متفائلين بسوق الأسهم إنما حاليا بدنا نترقب الأمور الوعد فيها ترامب أي تأجيل بهذا الموضوع وأي خاصة موضوع تخفيض الضرائب إذا لم يقضي الكونغرس إذا لم يقضي الكونغرس هذه ستكون ضربة قوية لأن الأسواق أصلا سعرت هذا الموضوع ويقصد سوق الأمريكي عفوان الخيارات بهذا الوقت الخيارات ممكن نستخدمها للتحوض حتى نحمي أرباح التي حققناها خلال العام الماضي فكرة جيدة جدا من تونس سهيب خدر يقول في حال حصول عملية غش من طرف البروكر يعني البروكر شكله مشكوك في مصداقيته أو أمانته ما هي الجهة التي تضمن لك حقك يعني أعتقد كسوك هي الجهة الرقبية المرخص من قبلها هذا البروكر دائما نختار البروكر المرخص من أكثر من هيئة رقبية وحدة حتى نستطيع نحفظ حقنا ودائما نختار الهيئة الرقبية أكثر صرامة بهذا الموضوع هناك من يسأل إذا كان هناك مواقع تنصح بها لاستزادة أكثر بالأخبار أو مصادر موثوق الأخبار الاقتصادية غير قناة سي أمبيسي عربية هو ذكر ذكر غير قناة سي أمبيسي عربية لدينا الحسين بوتا قريشت أتمنى أن يكون اسمها صحيحة هناك كثير ويبسايت حسب بالنسبة لسوق العملات بالنسبة لسوق الأسهم تختلف بالنسبة لسوق العملات لدينا فوريكس لايف لدينا فوريكس فاكتوري كبيعة الكالندر كالندر يخبروننا مستجدات وبيانات اقتصادية قادمة نعم في ماركت ووتش بالنسبة لسوق الأسهم بالولايات المتحدة بالنسبة لسوق المحلية كمان في سينبسيا عربية في رأس البشتاوي يقول ما رأيك بتدخل الملياردرات أو حتى حيتان السوق هذا المسمى في أسواق الأسهم لكن هو يقول بالتدخل في سوق العملات بضخ كميات كبيرة وما ثم شراءها بعض الهبوط لا يوجد مهرب مننا كل سوق بالعالم فيه تلاعب أو بأثر فيه الحيتان أو سمارت موني البيك فانز فدائما شغلتنا إدارة المال دائما لازم نحمي مراكزنا حتى إذا صار أمر مثل هذا نكون نحط حد للخسائر ونرجع إذا رجع ساعد السوق يعني إذا نزل شكل سريع أغلقنا مراكزنا ورجع ساعد السوق دائما لدينا فرصة نرجع ندخل ولو على سعر أعلى لازم نواكب هذا المسار طبعا أنا كثير من المشاهدين اليوم يعني حاولوا يسألوا عن أسئلة بالتأكيد هي تساؤلات داخلية لكن أعود من جديد إلى إدارة المحفظة الاستثمارية الخاصة بالأفراد سيد حبيب أنا دعني أتحدث معك بكل صراحة لدي قليل من الذهب وكلها استثمارات يعني لا أستخدمه ربما سبائك ذهبية قطعة أرض في منطقة لا تحقق لعائد من عشر سنوات لا في حواليها أي مشاريع ضخمة والنمو فيها مش كثير يعني مشتركتها لأنه عارف أنه عم بيرتفع سعرها أكثر وعند سكوك أجالها مستحقة قريبا لكن العائد عليها جيد إذا بعتها اليوم حدثني كيف أقوم بعملية إعادة نمو وإحياء لهذه المحفظة الاستثمارية يعني دائما لازم نشوف شوفي شوفي عنا فرص متاحة حاليا بالسوق حكيت عن شايفة أرض سرقلة عشر سنين مش عم يرتفع سعرها يعني هذا رأس ما الواقف برأيي أنا هلأ إذا بدك تجي تسيلة هذه الأرض رح تتعذب لحتى تنبع لحتى تنبع بدك تشوفي قدية الفوائد حاليا مثلا الفايدة هل هي بالنسبة للسندات عم تتحدث يعني بدي أشوف كل ما ما أترك المحفظة عندي خاملة أقوم بإحيائها دائما لازم يعمل إحادي الدراسي للفرص المتاحة حاليا ودائما نصيحتي أنه من دائما نركز على الأسواء المحلية على السوق البلدنا نحن البلد المقيمين في دائما نشوف فرص العالم كله صار عالم واحد وعالم صغير يعني دائما خلينا نكون منفتحين لاستثمارات أخرى كل متى ومتى يجب أن أعيد التفكير ماذا حدث باستثمارات كل مثلا فصل سنوي يعني كل ثلث شهور كل أربع شهور نصف سنوي لا لا نعرف يمكن كل يوم يكون في فرصة جديدة يمكن كل شهد كيف لازم أكون أنا سيدة أعمال أو ربة منزل أنا شخص لا أدري بالأسواق كيف يجب أن أعلم أنه حدث شيء على الذهب من أسبوعين وفاتتني الفرصة إذا أنت عندك هذا المرأ إذا أنت عندك هذا الاستعداد أسأل اللي حولي بتخصص وقت تعمل البحث تتعلم شوي والأمر سهل يعني أو ربة منزل يهمهم يعبوا وقتهم ويلجأوا حاليا بهذه الفترة للاستثمار بالأسواق يتعلمون كيف ويخصصوا سيعتين ثلاثة بنهار نصائح منك ومني لكن أفضلها منك قبل إدارتي لمحفظات الاستثمارية الخاصة به يجب أن أخذ قاعدة من المعلومات الخاصة أتعلم أتحلم أتعلم أتعلم أذهب بنفسي على البورصة وأشوف كيف التداولات تصير على البورصة أدخل لمواقع الأخبار وأعلم عن الذهب أروح أشوف الأراضي شو صار فيها يجب أن نتعلم من أخطائنا ويجب أن نتعلم من أخطاء غيرنا دائما أنا بختار نتعلم من أخطاء غيرنا فدائما هناك جهات مختصين بهذا الأمر يعني كلنا لوصلنا لهون قطعنا وتخصصنا ودرسنا فنفسي شي التداول والاستثمار يجب أن نتخصص وقت نتعلم ورح نوصل ورح نحقق أرباح وإذن الله ما في عمر محدد يقف عنده التعلم أبدا وصدقوني يعني التحليل الفني سهل جدا وربما دورة أو دورتين كافية لأنكم تأخذوا معلومات كافية عن هذا الموضوع أشكركم للمتابعة والمشاركة مشاهدين متابعين على صفحة سي انبيسي عربية فيسبوك على صفحتنا على تويتر لايف مباشر وكذلك على شاشة سي انبيسي عربية شكرا لك